ندرة حادة تشادها السوق الوطني للأدوية لسيما الخاصة بالأمراض المزمنة تراشق وتبادل للاتهامات بين المتعاملين في الأدوية والوزارة الوصية حول المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة التي بلغ عمرها ثلاثة أشهر المتعاملون في مجال الأدوية وجهوا أصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية التي رفضت تأشير على برامج الاستيراد تنديد بهذه القضية وقضية ندرة الأدوية والتي تصبح من سنة إلى أخرى من الصعب التحكم في هذه القضية والمرض دائما أصبح يعاني أكثر وأكثر وزارة الصحة خرجت عن صمتها وردت على اتهامات المتعاملين مؤكدة أن هناك من يعمل على تهويل الأمر في بعض الأحيان نقف على نوع من التهويل من طرف البعض الوزارة متهول إذن مشكل آخر يواجه الجزائريين اسمه أزمة الدواء لكن سؤال المطروح هل فعلا لا يحوز المتعاملين على مخزون الأدوية خصوصا أن القانون يجبرهم على استغلاله في أجاله المحددة أم أن الأمر يتعلق بحيلة من المتعاملين للضغط على الوزارة للمصادقة على ملفات الاستيراد من دون دراستها